والله ما فاحماكي هو لازم الفستان ده؟ أيوة لازم الفستان ده بالذات بص يا مادام حياتي أنا طول عمري بصلح لك حاجتك بس دايما نقول الواسع يتديق لكن الديق ما يتوسعش بس أنت كمان كنت دايما بتلاقي لي حلول أيوة فعلا على فكرة الفستان مش حلوة خلص ده أحلى حاجة عندي بسمتك ده أحلى حاجة عندك أيوة حاول يا سمية حاولي حاولي بحاول أهو؟ طب أنا عندي فكرة اه؟ ايه رأيكم اعملوا دو بيس؟ جيبوا بلوزة؟ ممكن طبعا ألا أعطبوا السوستة؟ نلغيها لا 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 إلا السوستة مش ممكن أضحي بيها وإيه بقى أهمية السوستة بقى؟ لا 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 ده مهمة قوي مهمة قوي قوي طب أنا عندي فكرة ايه رأيك لو خستي اتنين كيلو؟ اتنين كيلو بس هيقفلوا السوستة ويتضبت وتبقي أمر مش عارفة أقولك ايه يا سمية؟ ارحميني يا سمية هاخصهم انت النهاردة السبت وأنا عايزة ألبس في الثاني يوم الأربعة هاخص اتنين كيلو في ثلاث تيام؟ احنا جينا اهلا 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 طلط علي يا وحشتين طلط علي قلب يا روح قوي قوي حبد الله هو اه ايه ده؟ حتى لو مش حل عاجبني طب ماشي بس أفهم يعني أنا جاية درسنجرون برا تدرب تقلب ومحتاجها أفهم يعني ده ايه؟ لا 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 ما فيش أي حاجة حبابتي أصلي مامي كان بتدور على حاجة ايه رأيك؟ بس مش مهم ايه رأيك المهم انه عاجبني أنا وفي ايه؟ تعيبس أصلي مامتك بتقول انها أول مرة قابلت باباكي قابلته بالفستان ده وهي هي عايزة تلبسيهم الأربع في ذكرى أول مقابلة لباباكي لا يا ست علي مش أول مقابلة معي جي أول مرة يقولي فيها بحبك هحب بقى يا مامي واكيد طبعا الفستان ساهد على التصريح ده طبعا الفستان ده عمل شغل جامد جدا يبقى لازم نحاول بقى حاول يا سوميا حاولي سوميا في موقف لا تحصد عليه انا بغتبالي يا حرام واو الحمام رحته تجنن يلا يا علي دودج هدعوجي تتعشي معي النهاردة مامي انا قلت لك مصطفى مستنية على عشاء والله العظيم هعرف يا سلام ما تكلمي المصطفى يجي تعشع معي زوجت بقى يا سوريا هجي طبق لمصطفى من عيني يا حرم لنبوب يجي لنبوب يجي هدو تعشي معيك ايه ويتكون كمان الفستانة لبس والسسطة اهم حاجة السسطة يا سلامونيل هيكل حمام ده دلوقت سيبيلي انا الحمام انا مش عايزة اخسي ياختي لا انا عايزة اخسي اهو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشترك دلوقتي وتفرج على كل اللي نفسك فيه واتشت ما تخليش حاجة تفوتك اشتركوا في القناة